رمي فيما يخص ميكالي ميكالي بيفكر في مين في التلاتة اللي ان شاء الله يبقوا موجودين تدر كبار اللي موجودين مع منتخة مصر الأولمبي في الأولمبيات طبعا هو الموضوع لسه بدري بس ولكن في مشاورات كده ما بينه وبين الجهاز المعاون حطت مجموعة من الأساني طبعا أبرزهم هو طبعا تكلم حمزة علاء بعد بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة اللي حصل المتقب الأولمبي على المركز الثاني ووصوله الأولمبيات تتكلم معه ان هو لازم طلبه ان هو لازم يطلع عارة من نادي الأهل عشان يلعب ويشارك بشكل أساسي عشان يبقى عنده فرصة ان يتواجد بشكل أساسي او يلعب او يدي فرصة في الأولمبيات اللي جاي بعد الوضع ده بدأ بقى يفكر ان خلاص بنسبة كبيرة جدا هيضم حارس مرم هيكون متواجد معه في الأولمبيات واعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا هو محمد الشناوي وقعد يكون هو الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي في الأولمبيات مجموعة من اللعيبة وحاطتها برضو من ضمن القايمة المبدئية طبعا أكيد لسه بدر عشان يقدر يبطر حسب حالتهم وحسب هل النادي الأهل بيشارك في بطولات وفي حاجات كتير أكيد هتحكم في الوقت ده في محمد عبد المنع من ضمن اللعيبة اللي هو حاطتها ببال ان هو ممكن ينضم ويبقى له فرصة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات في محمد صلاح موجود في القايمة تريزي جيه في دلوقت في مصطفى محمد وفي زيزو دولة الأسماء اللعيبة دلوقتي اللي هو مركز عليها الفترة اللي جاء دي أنه ممكن تتواجد أو تاخد فرصة موجودة مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة اللي جاء طبعا الأمور بتتغير حسب المستوى الفني هل في إصابات هل في حاجات ولكن دي القايمة حاطت قايمة مبدئية كده من خمس أو ست لعيبة من مدنهم اللعيبة ده وأعتقد بنسبة كبيرة جدا 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 محمد الشناو هيكون موجود في المنتخب الأولمبي في الأولمبيات الفترة هل كان يرفض فعلا تدريب منتخب ألفين وخمسة؟ هو مش رفض هو دلوقتي حتى الآن هو كان مستقررين عاوزين على الموضوع المقابل المادي يعني فيه كان فيه هو وافق بشكل كان وافق بشكل مبدئي وقال لهم أجلوا الموضوع شوية على أساس ما خلصوا الأولمبيات على أساس أنه ممكن يجيله منتخب آخر ممكن يجيله عرض كبير ممكن يجيله ممكن يجيله المنتخب البرازيلي فهو لسه ما كان متردد فكلفه طبعا الكابتن حزم إمام والكابتن محمد بركات أنهم يفتحوا في الموضوع ويشوفوا المقابل المادي إيه طب من الأقرب لو في حالة ميكالي مجاش هم حطينا عليهم على أساس ما نبيه أنه يكون متواجد كبديل لميكالي أعتقد برضه هل أساس ما نبيه ممكن يوافق وطبعا هم مش متواجد دلوقتي في الدور المصري ولكن لسه حتى هذه اللحظة لم يتم حسم الأمر ولكن هم حطيهم شايفين ميكالي نجح مع المنتخب الأولمبي بشكل كبير جدا ولو تواجد مع منتخب 2005 مع احتكاكه باللعابة المصرية مع رفة اللعابة المصرية ممكن يكون المنتخب 2005 إن شاء الله يشارك في الأولمبيات اللي جابز